تواصل حكومة الاحتلال ممارساتها القمعية بحق الفلسطينيين وتمنعهم من حقهم في حرية التنقل بين مدنهم وقرأهم من خلال فرض سياسة الأمر الواقع ولعل حاجز قلمديا الذي أكسبه لاحتلال صفة المعبر بات اليوم الحاجز الذي يفصل القدس المحتلة عن بقية مناطق الضفة الغربية منذ فترة والاحتلال يستخدم مصطلح معبر ليدلل على حاجز قلمديا الذي يفصل بين محافظتي القدس ورامل المحتلتين منذ اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال هذا الحال ينطبق أيضا على حاجز ثلاثمائة الذي يفصل بين جنوب الضفة الغربية والقدس المحتلة تريد أن توحي للعالم وتوحي للناس أن هذا معبر حدودي وبالتالي هذه الخارطة العنصرية التي ترسمها على أرض الواقع هي ما تعكس الواقع وتريد أن الناس أنتقبلوا ذلك نحن نصرع أن هذه حواجز عسكرية وتبقى حواجز عسكرية هدفها حصار الفلسطينيين وخلق واقع سياسي جديد على الأرض قوامه والإظام الفصل العنصري الإعلامي في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت خالد سليم سلك درب قلنديا المتعب يوم الجمعة الماضي يقول بأن كل ما أعلنه المنصق الخاص بسلطات الاحتلال في الضفة الغربية كان كذبا كتب خالد عن معاناة الفلسطينيين الذاهبين للقاء أقصاهم وعن لعبة المسميات التي يمرر الاحتلال من خلالها رسائله السياسية قلنديا تاريخيا هو حاجز يفصل بين مدينتين في الضفة الغربية المحتلة عام 67 بين رامالله والقدس وهو مقام على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة عام 67 نتحدث معنا السياسي الآن مؤخرا بدأت تسمي هذا الحاجز معبر قلنديا والفرق في الدلالة كثير كبير الحاجز هو حاجز احتلالي إسرائيل تنصب في الأراضي الفلسطينية أكثر من 700 حاجز ما بين دائم ومتنقل أو متحرك المعبر هو جسم أو مكان أو منظوم تفصل بين دولتين فهي عمليا بمحاولة تكريس هذا المصطلح إنما تكرس أن القدس ليست فلسطينية يحاول الاحتلال التلاعب بالمصطلحات نحو فرض أمر واقع جديد يقول بأن القدس عاصمة موحدة لكيانه لكنه إن تلاعب بالمسميات فلن يستطيع تزوير الحقائق والتلاعب بالتاريخ الذي يقول بأن قلنديا هو حاجز عسكري مقام فوق أرض فلسطينية هذا الحاجز يفصل بين مدينتين فلسطينيتين محتلتين واحدة منهما هي العاصمة الأبدية من المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة حافظ أبو صبره رؤيا ترجمة نانسي قنقر